أتعلم أن عالماً جزائرياً له بصمة بارزة في التكنولوجيا التي نستعملها كل يوم؟ هذا قبل كان كبير، ترك رجعنا صغير أخلاص أي شخص يعمل تلفون بورتابل إلا ويسلك الشركة تسيرها بيعنا حوالي أكثر من 250 مليار تشيب مستعملين لهذه التكنولوجيا لديرهم هذا هو الكل، الله ربما شفتهم وكل موجود في الأرضي ناتر فهذا هو الكل يستعملوا هذه الفكرة اللي يقومون بها عند حوالي 20 سنة الاختراعات ما بين الديبوزي منها ولمزان ما خرجوش أكثر من ألف اختراع إنه العالم الخالوق شرف الجزائر البروفيسور بل قاسم حبة سليل مدينة المغير، ولاية الواد طفول أن شاءه كان إنسان عاقل يسر، هو العاقل في الولاد يقعد يحفظ هذا ما فيه، جيت لي كل يقعد يحفظ، يجو الناس عاقبين يقول هذا الطفول يقول ما عنده شمالي لرفض البرد ووحده وكانت إمكانيات مكانش كبكري كإذا ركع كانت الدرجة يدير إزار يدير إزار، يدير هكذا، يدير إزار على يربطه فيه رجليه، ويشعل شمعه يقعد يقرأ، يحط الكتاب في حجره، غير الظوه هذك يتبع يقرأ قاسم اللي شفيت له ميرقودش في القايلة، يخربش، يدير اللي تعيس دد، مش عافش المهم في القايلة ميرقودش في المرحلة الابتدائية كان بالقاسم واحد من التلاميذ النجاباء اللي يحبوهم كل المعلمين كل المعلمين كان يحبوا بالقاسم يلعب، يلعب في مكان، أنت على اللعب، ويلعب في الزمان، أنت على اللعب ما يلعب لا في القسم، ولا في ساحة مدرسة كنت تجي للرمل وندير العصة، ونتبع في الضلة على العصة هذك باش نعرف الاتجاهتها باش نعرف نحقت وقت الدراسة او لا لا عندنا حصة بآخر الأسبوع يسموها حصة الاستراح كانوا يأتيوا الى هذ المكان من اللي كان صغير من الابتدائي كان مرح يشتي يزري في الساحة يشتي يلعب دلنا الابتدائي الكل في في علي خليل اسمه علي خليل ومن بعد رحنا الوقت يسموه سيو جي فضلك يسموه المتوسطة قلنا سنة أولى، متوسط، ثانية، ثالثة، رابعة، ديمة من الأول البلقاس خاصة مثل في الرياضي وذلك كان لابيرها كانوا يقعدون في كل تدخل القسم للمكان تاك اللي تقعد فيه على حساب النقاط تاك فان كنت في الأستاذ الرياضيات روح لابت في الطاولة الأولى يجي تعال الفرنسية روح على الطول الأخيرة طالها هابط كان أستاذ فرنسي يسموه نيكولا كان يقولوا انتا يعني تيفاطر الوا يعني بطبيعة حالي أعطينا جزي جرسيس أول مليا خرجي كان مرسي بطبيعة الحال بالقاسر كان كلما يقولوا توجو ريكسيب تشولال توجو ريكسيب تشولال بكل صراحة كان مخ في مادة الحساب وكنت نتنفسنا وياه يكون يوم الأيام ما يديش عاشرة في الحساب معناها ما قراش هو كان مخارط ممتازين وقت القراية كان يخارط ممتازين صح فأمتاز يقول لي جيب لي جيب لي لي بورداس كذا تعلمات يطبق يحل في المسائل الترمينال هو مزال في المتوسطة يدينا للقارش يقرريني قررنا في الرياضيات قسم القرار الرياضيات يقعدنا في فوق بربات وقلنا قرار هاو إكسيقراك ونسأحنا بخرفة برانتياز وإكسيقراك ونحن أتكلم بكري وذلك ويقولنا هاي سهلة خلاص هاي إقال أ ولا إقال زرو ونقولوا نحنا فاهمين فاهمين وهنا ما فاهمين ما يقولون من أحسن أشياء في حياتي أن كرة القدم وحنا ذراي صغير نلعبو هنا بكري هنا عندنا واحدة وراه هنا الفلاحة هذي كاستاد ذرينا وحنا ولد الحوماء كلنا نلعبوه هنا دمال بلو نروح نلعب نروح لبس طرباقة أو الصبات تعي وابوي قال لي شوف يا ابني تحب تلعب روح لعب على روحك نحس الصبات هذا متعبش بيه برك نحوس بابطنا كلنا نلعبوا بلحفاء كان من اللعبين الممتازين يعني في المغير كان من اللعبين الممتازين يمتاز يعني باللمس انتاعه بالدريب الانتاع يعني يراوغ مليح ويراوغ مليح وكي جيت حتى الامريكان ادخلت مع فريق هنا في الامريكان كنت نلعب معنا في امريكا ورحت لليابان لما رحت لليابان ثاني وعنت نلعب في الفريق اللي كي بتاع انيسي كن رحنا الثانوية الامر عبر القادر في توكورت عرفنا روحنا مليح عدنا صح صحاب وزملاء وأصدقاء لأننا كنا انتيرن كنا داخلي هنا كانوا طلبة ياتونها من كل الولايات الجنور تقريبا كان ثانوية تقريبا القسم الوحيد في الرياضيات في الجهة همه الوحيد هو القرية يعني يقرأ صير له كي مشيخ عد المجيد قولي ببيه هذا الطفل كان عطا فيه ربي يعود كي شيخ عد المجيد ولا خير مع عد المجيد ست ست سبعين درت البكالوريات فدرت البكالوريات فدرت البكالوريات في ورغلا أنا بالقسمة تفرقنا من لسي هو راحل بب الزوار ونا راح تدار لبيضة وقتها دعتنا خيار وشي فيزياء ولا رياضيات لديك تقريبا ويقفت بزياء ثلاث مرات لتخرج مرات فخرجت فيزياء يعنسك من منذ 1976 ونحن نحن نحن ندار بين عاما ونحن ندار المتحدة لأعجل المتحدة ونحن ندار السر هل تعلمتم من نسبة المتحدة؟ المترجم للقناة المترجم للقناة والتعليم التي أتفضلها ولكنها أتفضل بسبب أنها تتحدثت على التعليم هذه هي المترجم لأننا لدينا كلنا لتحصل على المساعد ونحن نتحدث لتعليم لتعليم للمنظر ومع الأمريكس تلز أمريكا ودى النتائج على القراية من الأول إلى الآخر لقوه إنسان متفوق أعاونوه في الفيزا وبعثوه لذلك الوقت الوجهة جامعة ستانفورد ولاية كاليفورنيا الثمرة شهادتي ماستر في تخصصي الفيزياء التطبيقية ثم هندسة المواد الصلبة ستانفورد كجامعة خرجت جوجل خرجت ياهو خرجت سن مايكرو سيستم فالواحد يقترب بس يتعلم الناس كيف شراءت دي بعد حصوله على شهادة الدكتورة حول الطاقة الشمسية انضمت دكتور بل قاسم حبة إلى مركز البحث في شركة آي بي أم الأمريكية القاسم حبة والأخوة الخرين هم اللي يحسوننا بالليران أننا عائلة هنا ونظرا للسمعة التي حصل عليها اختراعه عرضت عليه شركة آن إي سي اليابانية فرصة عمل في مجال الإلكترونيات الدقيقة لكن الدكتور رفض وقرر العودة إلى الجزائر جاءنا في التسعينات قرر هنا في الجامعة تعبسكرة وقت كان يروحوا يجي دين في العنافات ما بين المغير وبسكرة قعد المدة دي قم بعد عاودوا بعثوا لهم اليابان يعني رقبل ما يروح بعثوا لهم ورواحي لا تحب تخدم أرواحي الثقافة تانا في الجزائر ما تعلمنش هذه الثقافة كيفاش تختارع كيفاش تكون شركات فتعلمنا أنك تدرس تروح تدرس قال لي هاك تشوفها عرجة من الرسالات وين روح تنتخذ راي روح لجابان وبلد علم وبدأت نعمل في اسم ذاك الوقت لابليكاشون دي لازير وميكرواليكترونيك بعد ست سنوات قررت بلي نرحل من اليابان ونعود نرجى لأمريكا في الحياتة الأول كنت نخدم غير الشركات الكبار إي بيام شركة حوالي مئتين خمسين ألف عامل أنيسي نفس الشي فالحق وقت قلت لنا لا لازم نرجع ذركها لستارتاب هذا الشركة هذا نصنطر دوريشارش ددناها كشغل مخبر برا نكونوا اختراعات والاختراعات هذه نعطوها الليسونس للناس الآخرين واني حكي لي هو قال لي كنا كارين شونبرا قال لي مغطية بالقرمود ما بي ذا قال لي كتسب النوت وانتكتر علينا هو بعض من المجمع ذا كاتيرا معه فالترابي هو السيري هو السيري هو السيري هو السيري واني هو السيري عندي حوالي ثلاثمائة اختراع مسجل يعني مع شركة تيسيرا واحدة يعني نجاحات تلو أخرى فموازة مع تيسيرا يزدان مسار البروفيسور بمولود جديد إنها شركة سيليكون بايب التي انبهر لها عملاق الإلكترونية سامسونج وتقدم بعرض شرائها فتمت الصفقة فكرة جديدة فمشروع جديد بالقاسم حبة يطلق رامبوس لتطوير ذاكرة الهاتف المحمول وألعاب الفيديو ذعى اسم حبة في وادي السيليكون إلى أن تقدم إليه العملاق جوجل بغية الاستفادة من خدماته جوائز وتكريمات وتصنيف لعدة سنوات ضمن المئة مخترع الأكثر إنتاجا في العالم كلنا عرضة لأحداث قد تغير مجرى حياتنا فما الذي أثر فيك يا بالقاسم وفيما تطمح مستقبلا الوقت اللي زاد عندي ابني الأول فهذه غيرت المدارة على حياتي وكيفية زاد أمديكابي يعني الظلم ترى ينقمع ولربا في طول مطافة القهبة اللي نعمها تعلمت أشياء كيفية تتعامل كيفية تتعامل مع الناس كيفية تغير حيات تاعك رغم الصعوبات اللي مر بها يعني تتجوز تتجوز على الأشياء هذي كامل وباقى متواصل في الشغل تاعه وفي الأبحاث تاعه رغم الأشياء اللي درت في دينة كل الأشياء دائما عندي مثال دا ما نقوله مكسي بقش الناس عريان فنقول الوعد يا ربي لك الوعد جدت عندنا نفس الوسيلة أنه الواحد يخنف في بلاده ويعاون المجتمع الرغبة تاعي الأولى والأخيرة أنه لو كان في يوم الأيام يكون لي الحظ باش نكون مخبر في الجزائر والله للوالدة نقول لها كاثرينة من دعوة الخير برك والله يطول لها في العمر ولكن يكون عندها الصحة برك تكون هي اللي معايا اللي تاخذ الوسام وش أنا يدير لك إن شاء الله لضرق الخير ودير الخير في المسلمين وفي روحك وتفكر خير تكو تفكر ومعين تكو صلى بهم قول يا دكتورنا وطنك ديك يفخر ويا غالي في السوم يحميك الرحمن بالقاسم حباه في العلم تبحر ذاك المتفوق يسلحوا وعملوا إيمان يا ربي طول له العمر ويبقى كي الشمس يضوي في الوطان في قلوبنا كل واحد ليه يتفكر وخياله ما يغيب دي ما فيه العيان أخونا وحبيبنا ومعنا يقصر ويتبسم للشيخة والصغار والصبيان ومن صغره مو حال ما يتكبر امتبع سيرة باباه حتى للآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر